طيب الهين بعد ما خلصنا من دراسة اللوبز نحتاج بس ناخد راب أب أو تلتيب المعلوماتنا كملخص لإستخداماتنا للوبز اضعوا في بالكم دائماً أن اللوبز ستكون قسمين إما تكون اللوبز متحكم فيها باستخدام كوينتر عدد مرات التكرار كمبرمج أنت تكون عارفة أو تكون سنتر بمعنى يكون عنده قيمة خاصة متى مواجهتك هذه القيمة الخاصة أو متى ما صار الشرط خطأ راح تتوقف وعادد مرات التكرار هنا يكون غير معروف تمام؟ بالنسبة لي الكوينتر كنترول يكون معك كوينتر وطبعاً تزوده في كل مرة بواحد لأنك في كل دورة وفي كل تنفيذ تبغى تحتسب بواحد عشان تكون عارف كم مرة أنت نفت وهذا هو السابق لما نجحنا نقول بلاس بلاس أو بلاس أو ماينس ماينس كدكريمنت أوكي؟ طيب بالنسبة لي الكوينتر كنترول بإمكاننا استخدام الثلاثة أشكال اللوبز اللي هي عبارة عن الشكل وائر كمان بالإمكان استخدام الفور أيضاً بالإمكان استخدام الدو وائر أوكي؟ هذه كلها ممكن استخدامها لو تسأل إيش أفضل نوع نستخدم عليه الكوينتر كنترول راح نقول لك بكل بساطة الفور تمام؟ فإذاً إذا كانت اللوب حكتك كونتر كنترول يعني عدد مرات التكرار معروف فإذاً أفضل خيار هنا لكي أنت تستخدم الفور أوكي؟ طيب بالنسبة لي الـ central controlled loops نستخدمها إحنا لما نكون عدد مرات التكرار غير معروف زي ما حكينا وأفضل استخدام لها طبعاً الوائر وكذلك الدو وائر طيب من بين هذه الثنتين إيش مفروض أنا أستخدم؟ إذا كان عدد مرات التكرار على الأقل ممكن يكون زيرو فإذاً هنا راح أخذ أنا الوائر تعتبر أفضل خيار في هذا الحالة بس إذا كان عدد مرات التكرار غير معروف لكن تبغى على الأقل يكون مرة واحدة فإذاً هنا راح تستخدم إنت أدو وائر أوكي؟ إذاً بالنسبة لي الـ counter نستخدم إحنا الفور للسنتينل أفضل شيء نستخدمه الشوء نستخدم الوائر إذا كان عدد مرات التكرار على الأقل أبيه مرة واحدة إذاً خيالي راح يكون الدو وائر ولو سويتمكس يعني لو جاني شخص يستخدم عليك وينتر دو وائر أو وائر ما راح أقول لك خطأ لكن استخدامها الأفضل وأفضل واحدة استخدامها إيهي الفور تمام؟ أما السنتينل إيهي الوائر أوكي؟